بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ان شاء الله انا حكون دكتور محمد وحكون معكم في مادة الفارماكولوجي مادة علم الادوية ايه هي مادة الفارماكولوجي زي ما قلناها هو دراسة علم الادوية is a science dealing with drugs يعني ده علم بيتعامل مع الادوية ايه هي الادوية دي الادوية دي تعريفها الطبي انها chemical agents عوامل كيميائية بتحفز او بتثبت من وظائف الخلية وظائف الخلية الموجودة بالفعل يعني هي بتحفز من وظائف الخلية او بتثبت من وظائف الخلية لكن مش بتعمل لها وظائف جديدة يعني هي كل وظائفها انها تحفز او تثبت من وظائف الخلية لكنها مش بتشكل او مش بتخلق وظيفة جديدة جوه الخلية تمام منطقي علم الادوية النهاردة شباب ليه كذا various subdivisions يعني ليه تأسيمات كتيرة منها منها الجينوميكس منها الجيناتيكس منها السايكو فارماكولوجي منها الكلينيكال فارماكولوجي منها الفيتيرنيتي فارماكولوجي منها فروق كتيرة احنا هناخد ايه او احنا هنختص بدراسة ايه احنا هنختص بدراسة الكلينيكال فارماكولوجي يعني علم الأدوية الإكلينيكي علم الأدوية في الإنسان طيب مصادر الأدوية دي sources of the drugs مصادرها دي إما بتيجي من plant sources يا إما animal sources خلي بقى لكم يا جماعة دي مقدمة سهلة أنا فإحنا مش هزين نطول فيها المحاضرة التانية هي الأهم تمام الplant sources دي المصادر النباتية عندي ده واسمه الأتروبين الأتروبين ده بنستخدمه لعلاج أعراض انخفاض معدل ضربات القلب تمام يبقى إما القلب ومعدل ضرباته بينزل أنا بندي أتروبين طيب بناخده من أين الأتروبين ده من زهرة أو من أوراق زهرة البلدونا زهرة اسمها طيب الانيمال sources المصادر الحيوانية دي الإنسولين كلنا عارفين الإنسولين اللي هو احنا بناخده مرض السكر بياخده عشان يقلل مستوى السكر في الدم ده بيجي من البنكرياس بتاع الحيوانات المختلفة حتى الآن مقدمة بسيطة سهلة لذيذة فاش أي حاجة حتى الآن ممكن يجي من مصادر معدنية زي الكالسيوم مغنيسيوم سوديوم بوتاسيوم ممكن يبقى ساينثيتيك مخلق تم تخليقه في المعمل تم تخليقه وصنعه في المعمل عامل كيميائي مولد وده عندي مثال عليه الأسبرين الأسبرين ده محضر في المعمل تمام ما جبتوش من معدن ما جبتوش من حيوان ما جبتوش من نبات ده مخلق ممكن نحصل عن الدواء ده من المايكرو أورجينيزمز الكائنات الدقيقة برضه في المعمل زي البنسيلين والبنسيلين ده شباب من ضد حيوي وسادس حاجة هي البيوتكنولوجي التكنولوجيا الحيوية وده من خلالها ممكن نصنع الهيومان إنسولين يعني ممكن ييجي سؤال كده في المصادر ده يعني تبقى درجة مضمونة طيب استخدامات الأدوية ده أكيد بنستخدم الأدوية في علاج الأمراض كعامل علاجي يعني بنستخدم الدواء ده كعامل علاجي في علاج الأمراض يعني كلام كله منطقي زي مين زي الانتي بكتيريال إن إنفكشن المضادات المايكروبات والبكتيريا في حالات العدوى العلاج باستخدام الهرمونات البديلة زي مثلا الإنسولين في حالة الديابيتس الديابيتس ده واحد عنده مشكلة في الإنسولين إنه مش ما عندهش إنسولين كفاية قدر يتحكم في مستوى السكر في الدم وينزل لي مستوى السكر العالي ده فبارح أنا بديله إنسولين من بره إنسولين مصنع من بره دخله له جوة جسمه فيحل محل الإنسولين الطبيعي اللي ناقص ده فيعالج أو يتحكم في مستوى السكر في الدم فيتحكم في موارض السكري تمام يبقى زي الانتي بكتيريال مضادات المايكروبات أو مضادات البكتيريا في علاج العدوى والريبليسمت سيرابي اللي هو العلاج باستخدام الهرمونات البديلة زي استخدام الإنسولين في علاج الديابيتس في علاج السكر رقم 2 ممكن نستخدم الأدوى دي لمنع الأمراض أو لمنع بعض الأمراض تحديدا ودي باسميه الوقائية الوقائية تمام زي مين زي الحايوسين ليستخدم في علاج دوار أو داء الحركة ايده وراء وده الحركة ده هو مش علينا بصراحة لكن يعني اهو ما نبقاش بنحفظ وخلاص نعرفه يعني معلومتين تلاتة كده يعني ايه هو ده الحركة ده ده الحركة ده هو بيحدث لنتيجة الفرق بين الحركة الفعلية والحركة المتوقعة يعني ايه يعني ايه يعني انا مثلا عايزة مدي ايدي اجيب كوباية المية دي ببص لاجت بمدي ايدي جبت الفازة يبقى كده حصل فرق ما بين الحركة الفعلية والحركة ايه المتوقعة من الاعراض بتاعته الموشن سيكنيس ده ايه الغتيان تحس انك هاسترجع العرق البارد الصداع الدوخر التعب فقدان الشهية كده يعني ده هو الموشن سيكنيس بنستخدم من في علاج الموشن سيكنيس الهايوسين ده اسمه ايه ده بروفيلاكسس بندي الهايوسين ده للي عنده الموشن سيكنيس ده الحركة ده فان شاء الله مش بيجيله تمام رقم 3 في الدياجنوزيس في تشخيص بعض الامراض زي مين زي السبغات اللي بنستخدمها في الراديولوجي في الاشعة اكيد سامان عن الستيتيوز كونتراست الاشعة المقطعية مع السبغة فالسبغة دي بتساعد على تشخيص المرض تمام رابع حاجة بريفينشن اوف نورمال بايولوجيكال فونكشن يعني بنمنع وظيفة بايولوجية طبيعية زي مين مثلا زي الحمد فيه مثلا ست عندها تلاتة او اربع اولاد ومش عايزة تحمل تاني الفترة دي او مش عايزة تحمل لمدة معينة فبنديها الكونترا سيبتيفز اللي هي موانع الحمد الهدف من علم الفرماكولوجي او الهدف من الادوية دي انها تمنع المرض تشفي المرض وتتحكم في المرض وعشان نحقق الاهداف دول او التلاتة اهداف دول لازم يكون عندي اديكويت دراك دوزيس جرعات كافية من الدواء ثيرابيوتيك بلازمة ليفل للدواء المستوى المطلوب للدواء في بلازمة الدم يعني الدواء ده لو يكون عندي مثلا دواء اسموسين الدواء الاسموسين ده حيبتدي يشتغل او حيبتدي ياخذ الافكت بتاعه التأثير بتاعه لما يكون مستوى في البلازمة بتاعت الدم ميت وحدة فبالتالي يبقى انا لازم نوفر ميت وحدة يوصلوا لغاية بلازمة الدم تمام ودليفر تدى تارجيت تيشو لازم الدواء بتاعي ده يوصل للنسيج المستهدف اللي هو حيروح يشتغل عليه تمام يبقى لازم يكون عندي جرعات كافية الجرعات الكافية دي لازم تكون عندي عشان توصل الدواء للمستوى المطلوب ليفل لازمة الدم ولازم الدواء ده يوصل للنسيج المستهدف علم الفرماكولوجيا عندي بينقسم لتأسيمتين رئيسيتين The two main divisions of pharmacology are pharmacodynamics و pharmacokinetics pharmacokinetics دي dynamic جاي من كلمة power dynamicية power pharmacokinetics كينetics دي جاي من الحركة movement يبقى pharmacokinetics الحركية الدوائية والفرماكو ديناميك القوة الدوائية يبقى الفرماكو ديناميك دي dynamic جاي من كلمة power what the drug does to the body يعني ايه هو اللي الدواء ده بيعمله في الجسم تأسير الدواء على الجسم يبقى الفرماكو كانتكس العكس تأسير الجسم على الدواء الفرماكو ديناميك ده بيشمل التأثير الدوائي والبيولوجي للأدوية دي على الجسم وطريقة عملها تمام؟ التأثير الدوائي والبيولوجي للأدوية وطريقة عملهم بيشتغلوا ازاي؟ طب الفرماكو كينيتكس قلنا ان الجسم بيعمل ايه في الدواء فبالتالي ده بيشمل الابزوربشن الامتصاص الديستريبيوشن التوزيع بتاع الدواء الميتابوليزم هضم الدواء او تكسير الدواء والإكسيكريشن بتاع اللي هو اخراج بقايا الدواء الدواء بتاعي امتص اتوزع عن المكان اللي هو هشتغل فيه بعد كده حصل له هضم فاضل منه شوية حاجات مخلفات دي لازم تطلع برا يحصل لها اكسيكريشن طيب بعد كده تقريبا دي التوبيكس اللي هنتكلم عليها المزمستر ده الجنرال فرماكولوجي الفرماكولوجيا العامة او علم الأدوية العام اللي هنتكلم فيه حاليا فرماكو دايناميكس فرماكو كينيتكس بعد كده ممكن حيدوكم الترمدال كيموثيرابي العلاج الكيميائي وبعد كده هيدوكم الأدوية المختصة في الجهاز العصبي اللا إرادي وممكن ندوكم الإرادي كمان دي كانت كده المقدمة في علم الفرماكولوجي يعني محاضرة خفيفة لطيفة كده بنتعرف فيها على احنا هندرس ايه وايه هي الفرما فرماكو دايناميكس فرماكو كينيتكس ان شاء الله المحاضرة الجاية هنبتدي فعليا في المنهج وهناخد الفرماكو كينيتكس شكرا جزيلا والسلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله هنتكلم في المحاضرة التانية عن الفرماكو كينيتكس الحركات الدوائية وكده يبقى احنا بدأنا في المنهج رسمي الفرماكو كينيتكس الحركات الدوائية هي تأثير الجزء على الدواء بيشمل الابزوربشن الامتصاص الديستريبيوشن التوزيع الميتابوليزم الهضم والإكسكريشن عملية إخراج ما تبقى من الدواء هنختصرهم في كلمة آدمي A for absorption D for distribution M for metabolism will be for execution طيب الفرماكو كينيتكس دي احنا قلنا انها الجسم بيأثر ازاي على الدواء طيب For any given drug the plasma concentration of the drug will rise or fall according to the rate of four processes يعني لما أنا بندي اي دواء تركيز الدواء ده في البلازمة او بلازمة الدم بتاعت الجسم هيعتمد على اربع عمليات رئيسية حياتحكمه في تركيز الدواء ده في البلازمة منهم الاربع عمليات ده absorption distribution metabolism الاربع عمليات اللي تكلمنا عليهم تمام العملية دي او الفرماكو كينيتكس الحركات الدوائية دي كلها مهمة ليه مهمة عشان انا من خلالها بنقدر نصمم جدول دوائي او جدول الجرعات او نظام دوائي النظام الدوائي ده هيشمل الجرعة نبدي اديه كم ملي الroot اف ادمنستريشن هندي الجرعة دي عن طريق الفم عن طريق تحت الجلد عن طريق في العضل انترا ماسكلر ولا هنديها في الوريد انترا فيينس ونجد الوافير تمام ه κάν그 فرماكو كينيتكس هي اللي بتخليني او بتسمحلي ان انا نحدد الكرعة ونحدد ان انا هنديها عن طريق ايه الفم ولا تحت الجلد ولا في العضل ولا في الوريد ونجدها كام مرة في اليوم الفرماكو كينيتكس والحركات الدوائية دي بيتم التحكم فيها عن طريق حركة الدواء خلال جدار الخلية it is controlled by transmembrane movement of drugs حركة الأدوية خلال جدار الخلية أخذنا قبل كده الترم الأول إن السلممبرين ده عبارة عن فوسفوليبيت باي لير أخذنا قبل كده في الترم الأول يبقى عنده two parts a polar phosphate head with two non-polar fatty acid tails هذه الصورة هي موضحة احنا قلنا إن السلممبرين بيتكون من فوسفوليبيت باي لير طبقتين متكونين من فوسفوليبيت شايف الخط ده الخط الفاصل الطبقة الأولى ودي الطبقة التانية الفوسفوليبيت باي لير الفوسفوليبيت باي لير ده الفوسفوليبيت بيبقى الرأس بتاعتها polar polar يعني يعني محبة للماء يعني رأس محبة للماء وبيكون عندها ديلين two tails دول تكونهم fatty acid تكونهم دهون تمام يبقى مع بعض بشكل عام كده نيجي هنا على حتة فضية ونرسم مع بعض add cell membrane واد الفوسفوليبيت باي لير السلممبرين ده عبارة في الأول وفي الآخر عن لبيت طيب الليبيت ده لما يجيله دوا من بره لو كان الدوا ده لبيت زيه لو كان الدوا ده قابل للزوابان في الدهون هيعدي السلممبرين بدون أي مشاكل طيب لو كان الدوا اللي داخل ده مش لبيت لو كان عبارة عن ووتر أو بولر أو ايونيك كل دول معناهم كلمة ووتر معناه في حوالي جزيئات مية في جزيئات مية هل هيعدي من السلممبرين لا مش هيعدي تمام يبقى كل ما زادت محتوى الدهون في الدوا اللي جاي على السلممبرين عشان يدخل عشان يحصل له امتصاص في الخلية كل ما زادت سهولة مروره من غشاء أو جدار الخلية ده ليه؟ لأن غشاء الخلية أو جدار الخلية عبارة عن دهون فوسفو اللي بتبايلية فلما يبقى الدوا اللي جاي ده عبارة عن دهون أو في تكوينه دهون أو قابل للزاوبان في الدهون هيعدي زي السكينة في الحلاوة هيقول له ده نخوك عديني احنا نفس التركيب احنا زي بعض احنا الاتنين زي بعض من بلد واحدة فعديني يا عدين لما يجيلوا دوا في مية أو ماسك حوالي جزيئات مية بولر ولا ووتر ولا آيونيك يقول له لا انت مش سكتي معلش انت مش هتدخل تمام يبقى كل ما زاد محتوى الدهون في الدوا كل ما كان الدوا ده بيدوف في الدهون أكتر كل ما عدد من جدار الخلية أسهل وأسرع تمام تمام فهمنا المبدأ العام ده اهه تمنى نكون فهمنا طيب يعني الادوية دي ممكن تعدي من جدار الخلية عن طريق خمس حاجات هناخدهم بالتفصيل ولا مش شرحين اي حاجة خدهم واحدة واحدة ونشرح كل واحدة بتتكلم عن ايه اول حاجة الانتشار البسيط اول حاجة اسمها الانتشار البسيط او الانتشار الدهني البسيط تمام واحد يعني ايه معظم الأدوية بتعدي من جدار الخلية عن طريق الانتشار البسيط او الانتشار الدهني البسيط لكن بمعدل يعتمد على عاملين معدل ده حيعتمد على اتنين عوامل من هما الليبيت سوليابيليتي والاينيزيشي تمام احنا قلنا ان اي دواء داخل فيه دهون اكتر محتوى الليبيت بتاعه اكتر هيعدي زي السكينة في الحلوة تمام يبقى كل ما زاد محتوى الدهون في الدواء كل ما الدواء ده داف في الدهون اكتر كل ما هيعدي جدار الخلية بشكل اسهل واكفر تمام قاعدة ضعيفة وحمض ضعيف هسمي القاعدة ايه وهسمي الحمض بي تمام دي القاعدة الضعيفة هحط القاعدة الضعيفة في وسط قاعدي وحرموز الوسط بالحرف ك لن يتأين وحيكون ويحافظ على الليبيت سوليابيليتي بتاعته تمام مش هحصل له تأيون يعني ايه كلمة تأيون يعني هيجي الدواء لامم حوالي منه شوات جزيئات مية معادش يعادي في السلممبرين يبقى كده هحصل له تأيون يبقى كده مش هيمتص تمام جت على الحمض الضعيف حطيته في وسط حامضي شبهه لن يتأين وحيفضل محافظ على الليبيت سوليابيليتي بتاعته هيعد من السلممبرين برضو يبقى الحمض الضعيف يقول لك والله يبصوا وديني لاخوية وديني لقيلتي وديني الوسط حامضي زي عشان اعرف اشتغل عشان اعرف اعمل تأثير وانا امتص في الجسم ودتني عند قعدة عني جرايح نتأين عني جشاية الشحنات حاليني شوات مية حواليا مش هندخل جدار الخلية ومش هنمتص فشوف التعايز يبقى يبقى كده دايما 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 في الأدوية الحمض الضعيف في الوسط الحامضي يشتغل ويمتص ويدوب في الدهون ويكون قابل للدوبان في الدهون فيعدي السلممبرين فيعدي جدار الخلية جبت الحمض ده حطته في قعدة لا يقول لك يفتح الله يتأين يليما حولي جزائيات مية ما يعرفش يعدي السلممبرين تمام يبقى القعدتين دهون اول قعدة كانت ان الدواء لازم يكون قابل للدوبان في الدهون لشي خطر يعدي السلممبرين القعدة التانية الحمض الضعيف دايما بيكون مع وسط حامض ضعيف والقعدة الضعيفة مع وسط قائدي ضعيف غير كده مش هيعدوا مش هيحصل لهم امتصاص تمام يبقى وبعضها بيكون حصل لهم فدي بتكون يعني غير قابلة للدوبان في الدهون يعني قابلة للدوبان في الماء وليس في الدهون تمام طيب الяют بده بيعتمد على بيعتمد على البي كي اي والبي اتش ايه هو البي كي اي البي كي ايه ده سمناه ثابت التأيون ايه هو ثابت التأيون ده هي درجة الحامضية اللي عندها بيكون خمسين في المية من الدواء ايونيزد وخمسين في المية من الدواء ايونيزد نيجي مع بعض هنا برضو عدت على جانب ناخد دواء اللي هو الا الاسبرين الاسبرين ده البكا بتاعته مثلا اللي بكا حتساوي تلاتة ونص تمام يعني تلاتة ونص يعني عندي درجة بي ايتش درجة حامضية بتساوي تلاتة ونص الاسبريم بتاعي ده 50% منه ايونايزد و50% منه ان ايونايزد 50% منه قابلين للامتصاص والذوبان في الدهون ويعدوا السيل ميمبرين 50% منه غير قابلة للذوبان في الدهون وما يقدرواش يعدوا السيل ميمبرين يعني 50% منه حيمتص 50% منه لن يمتص تمام يبقى البك ايه هي نقطة التعادل اللي عندها بيكون 50% من الدواء يمتص و50% من الدواء لا يمتص وبيعتمد برضو على يعني درجة حامضية الوسط تمام وعلى اساسه هيكون كلام سليم الادوية اللي حصل لها اللي لمت ايونات حواليها اللي لمت مية حواليها كلمة ايونات معناه مية على طول دي حتيبقى هتمتص بالصعوبة او مش هتمتص اصلا كمان تمام الان ايونايز طبعا لا دي العكس هتكون رابد لي ابصور دي حبيبة دي كلام منطق الاسيديك جروبز becomes less ionic in an acidic environment يعني كده الادوية او الاحماض الادوية الحمضية الضعيفة لما تنحط في وسط حامضي هتبقى ليس ايونايز مش هتتأين فحتحافظ على الليبت سوليابيليت بتاعتها فحتعد في قدار الخلي طب البيزيك جروبز برضو تنحط في بيزيك انفيرومنت في وسط قاعدي شابهها عشان خاطر ما تتأينش تبقى ليس ايونايز فبالتالي تحافظ على الليبت سوليابيليت بتاعتها فتعدي من جدار الخلي طب acids are ionized in basic media يعني كده الاحماض الضعيفة هتتأين في الوسط القاعدي والقواعد هتتأين في الوسط الحامضي فبالتالي ده مش هيكون في مصلحة الدواء الدواء كده طالما تأين هتتطحمده مع قاعدة إذا يحصل تأين ما يعديش من جدار الخلية فما يمتصش ما يحصلوش absorption عشان كده بيقولك هنا ان اي عوامل تسمح بزيادة الجزء الليبت سوليابيليبول من الدواء ده هتزود rate of diffusion and vice versa يعني الدواء بتاعي ده اي عامل من العوامل مثلا لا ان الدواء بتاعي ده الدواء بتاعي ده فيه اهو هاي ده الدواء بتاعي ده عنده الجزء ده ionic والجزء ده الليبت سوليابيليبول جيبت انا عامل من بره كده قلت له انا عايزك تزود لي الليبت سوليابيلي عايزك تزود لي الجزء ده تمام جه رايح ماسك الionic part ده ورايح ماسح كده الحتة دي ورايح مقلل واخد منه خلاه حتة صغيرة بس فهنا زود لي الليبت سوليابيلي فراكشن زود لي الجزء المذاب او القابل للذوبان في الدهون اللي يقدر يعدي السيل الممبرين فبالتالي زود لي معدل الانتشار او زود لي معدل الامتصاص للدوة ده يبقى اي عامل يقدر يكبر لي الجزء القابل للذوبان في الدهون من الدوة ده حيزود الامتصاص وحيزود الانتشار بتاع الدوة بس كده شكرا ده شكل simple diffusion بس يعني ده شكل يعني عبيض شوية فحنا نشوف صورة اوضح من كده هادي simple diffusion ده احنا في الاخر بعد ما خلصناه كده هو عبارة عن ان الدوة بيدوب في بيدوب في جدار الخلية بيدوب فيه وبعلي كبير يدخل على الخلية من جوه اهو ادي الدوة موجود براه دخل داب في جدار الخلية لغاية معدة لجوه داب دوبان كده تمام؟ بدون بقى قنوات بدون حاجة شايلة بدون اي بروتين ينقلو من هنا الهنا لا على طول لوحده كده بيدوب في جدار الخلية عشان كاسا من هنا سنبيل بسيط راجل بسيط بييجي على جدار الخلية يدوب فيه يجي داخل على جوه عامل التأثير اللي هو عايزه وخلاص والسلام عليكم تمام؟ طيب ايه يا بقى التطبيقات الاكلينيكية اللي انا ممكن نستفيد بها من الكلام اللي انا قلته ده احنا خدنا بكال أسبرين الأسبرين ده عبارة عن دوة ذو حامضية ضعيفة في المعدة مثلا حيمتص في المعدة ليه؟ انا جبت الأسبرين الحمضي ده وروحت قلت له اتفضل يا عام أسبرين على المعدة بص لقى ان وسط حامضي عشرة على عشرة مناسب ليه واحد ونص بي اتش ده وسط ده هو ده حلم حياته ان يكون في وسط زي ده يقول لك شكرا جزيلا انت كده جبتيني في أحسن وسط ملائم ليه هيحصل له ايه؟ هيحصل له امتصاص كامل لكل الدوة ده لكل الأسبرين ده كله حيمتص بنسبة 99 الى واحد 99 جزء من الأسبرين ده حيمتص واحد بس اللي مش حيمتص ليه؟ لان انا حطيته في وسط حمضي اللي هو بيحبه فانا كده لما زودت الوسط الحمضي فزودت الجزء القابل للذوبان للدهون في الأسبرين فبالتالي زودت امتصاصه وزودت انتشاره في خلايا المادة تمام كده وصلت يا جماعة نيجي في في الأمعاء الدقيق جبت دواء زي طبعا يا جماعة الأسبرين على فين استخداماته ايه؟ ممكن في تخفيف الحم ممكن في علاج الأزمات القلبية ممكن في علاج الساكتات الدماغية برضو الأسبرين بيسد في كل ده تمام؟ طب الأسبرين ده هو ايه؟ ده بيستخدم في التخدير لما يكون مريض بعمل عمراء جراحية وبيعملوه طبعا تخدير بيدوره مخدر فده بيستخدم من إيفيدرين ده عشان خطر يخفف من آثار انخفاض ضغط الدم لأننا لما بعمل للمريض عملية طبعا بيقل بيقل ضغط دمه فأنا محتاج نعالج الآثار النتيجة عن قلة الضغط دي وإلا المريض ممكن طيب التطبيق التاني في الاسمه عندي دواء اسمه إيفيدرين ده يعني قاعدة ضعيفة فأنا محتاج له وسط قاعدة زيه عشان يشتغل فيه بكفاءة يعني مش حيتأين فحيكون قابل للدوابان أكتر في الدهون فيقول بي هيمتص بشكل أفضل تفضل الدايرة دي تلف بكده الإيفيدرين ده يا جماعة عشان ما نبقاش بس بنشرح في الفاضي كده إيه هو ناخد معلومة عنه كده لما أي مريض بيعمل عملية جراحية ضغط الدم بتاعه بيمزل بيهبط طالما ضغط الدم هبط فكده ممكن دم كتير ما يوصلش للمخ فده ممكن يزيب أثار كارثية على المريض لما يفهم البنك فأنا بندي الإيفيدرين ده عشان نعالج آثار انخفاض ضغط الدم خلال العملية تمام طيب خصائص بها عملية الانتشار الدهني أو البسيط أو الانتشار البسيط ده إيه بتكون يعني قابلة للدوابان في الماء وفي الدهون الاتنين بتكون قابلة للدوابان في الاتنين تمام يعني فيها جماعة أدوية بتتعطى دي بتكون ديت يا إيما ننباوند تعال هنا مع بعض كده نشوف فيها في التفاضيع أنا عندي ديت دواهو والديت دواهو الدوا ده لما بيدخل جوه الجسم ممكن يرتبط بالبلازما بروتينز البلازما بروتينز دي بتشمل زي الجلوبين زي الألبيومين راح يرتبط بالألبيومين ده بقى اسمه كده يعني دوا مرتبط بواحد من البلازما بروتينز تمام الانباوند الدرج ده دوا بيدخل على طول على مجرد دم من غير ما يحتاج بلازما بروتينز ما بيرتبطش بحد سنجل دواهو 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 ما بيعرفش إيش حياته من غير الجواز يدخل يلاقي البيومين من بلازما بروتينز يرتبط به عشان يشتغل دواهو تاني الديتو لأ بقولك أنا مش عايز حد ده أنا راجل سنجل أنا السنجل جنتلة وأنا مش عايز نرتبط بحد فيدخل على مجرد دم على طول من غير ما يرتبط بأي بلازما بروتينز تمام يبقى بيحصل الأدوية اللي مش بترتبط بأي بلازما بروتينز مش بتتأين فبالتالي بتكون فبالتالي بتعدي جدار الخلية فبتمتص أسرع وبيحصل لها انتشار بشكل أكفر تمام برقم اتنين ما بيعملش أو ما بيحصلش فيه تأين للأدوية بيدخل الجسم مش مرتبط بأي بلازما بروتين ما بيحصلوش عملية تأين فبيفضل فبعد من جدار الخلية ما بيحتاجش طاقة ولا بيحتاج أي حامل أو ناقل تمام لا بيحتاج طاقة ولا بيحتاج أي ناقل كل الحاجات اللي هتكلم عنها الوقت ما بيحتاجش طاقة ما عدا الاكتف ترانسبورت هناخده إن شاء الله وخم تلاتة أو أربعة تمام ده بيبقى الكونسنتريشن جريديان بيمشي مع الكونسنتريشن جريديان ايه هو الكونسنتريشن جريديان تأخذ ناتر من الأول اللي هو عبارة عن انتقال مادة أو دواء من الأعلى تركيزا دي الأعلى تركيزا إلى الأقل تركيزا هنا تركيز المادة دي هنا عالي يجرح منتقل من العالي للواطي لما ينتقل الكونسنتريشن جريديان لما يروح من الأوليل للعالي أكيد حيحتاج طاقة وده هو اللي هنتكلم عليه في الأكتف ترانسبورت إنما الليبت ديفيوجن أو السيمبل ديفيوجن مش بيحتاج طاقة ولا بيحتاج ناقل وبيمشي مع الكونسنتريشن جريديان راجل بسيط راجل كويس بيشوف هنا التركيز عالي يجرح ماشي مع التركيز ماشي مع الوضع المنطقي للخلية التركيز يروح من العالي للواطي عندي هنا كالسيناريو نشوفه مع بعض طالب بلع خد جرع عالية خالص من الأسبرين عشان قطر ينتحر بيكوز عنده اكتئاب حاد تمام في غرفة الطوارئ من بين كذا حاجة أو من بين كذا إجراء اتاخد عشان خاطر نعالجه من الأسبرين من تسمم الأسبرين اللي حصله يدوله سوديون بايكاربونيت والسوديون بايكاربونيت ده عبارة عن قاعدة تمام بيز الفكرة يا جماعة ببساطة لما نديت الأسبرين الأسبرين ده راح على الكوليا الكوليا دي عشان خاطر تطرد الأسبرين ده تحاول تطرده قدر الإمكان فيطلع في البول يروح الأسبرين ده نحن قلنا أنه حمضي يلاقي أن البول وسط حمضي ما يحصل لش تأيون ما يتحوض بجزيئات مية يعاد امتصاصه تاني في الكوليا فبالتالي يحصل شك يحصل توكسيميا في البلد فبالتالي يحصل فشل في موظم أنظمة الجسم وبالتالي تحصل في الآخر الوفاء ليه لأنه بيحصل إعادة امتصاص عند في الكوليا مع الأسبرين قاعدة مع حمض يحصل تأيون للأسبرين يحض بجزيئات مية فينزل على طول في البول وكده يبقى أنا لحقته قبل ما يحصل توكسيميا أو قبل ما يتوفى لقدر الله تمام يبقى أنا لحقته عن طريق أن أنا كسرت الحمض بالقاعدة فالحمض تأيين فنزل في البول تاني حاجة الفلتريشن أو الترشيح ترشيح تمام أو بسميه الإكواز إكواز يعني مائي الانتشار المائي وده بيحصل عن طريق تشانيلز احنا قلنا نسمي الديفيوجين كان بيدوب في جدار الخلية لا بقى ده بيحصل بيكون مثلا ده جدار الخلية نيجي كده الجومة ونيجي مسح من هنا قنوات عن طريق قنوات تمام بيقول هنا أن المية والآيونات والووتر يعني الأدوية القابلة اللي في دوابان في الماء بوزن جزئي صغير وخلي بالك الحتة دي مهمة لازم وزن جزئي صغير لأن لو كان وزن جزئي كبير مش هتعدي كأنك انت باب صغير زي ده ممكن تعدي منه بالوة كبيرة زي دي لا الصلاة ده الباب صغير أصلا الباب صغير هتعدي منه إيه إلا حاجة على قده تمام فالبوابات دي أو دي الموجودة في الفلتريشن أو بتسمح بمرور يعني أدوية ذات وزن جزئي صغير إلى حد الماء طبعا بتكون قابلة للزوبان في الماء تمام لأن دي الانتشار المائي أو الترشيح تمام عن طريق مين عن طريق أو ممكن أسميها ووترفيلد بورز وكلمة بورز دي معناها مسام فممكن نسميها المسام الخلوية أو القنوات الخلوية يبقى جزئيات الماء والآيونات والأدوية ذات الوزن الجزئي الصغير والقابلة اللي الذوبان في الماء بتعدي بالفلتريشن أو عن طريق قنوات أو بوابات أو مسام خلوية ده دي فيوجن ثرو لبيد اللي لسه متكلمين عنه اللي كان اللي بيدي فيوجن أو السيمبل دي فيوجن وده دي فيوجن ثرو الإكواز شانل ده كان بيدوب على طول في جدار الخلية لا إنما ده بيحتاج بورز بيحتاج مسام أو بيحتاج قنوات طيب المسام الخلوية دي مين اللي بيدي منها بيدي منها هكذا يكون كل الأدوية كل الأدوية تقدر تعدي من البورز دي يعني لكن أكبر البورز دي أكبر المسام أكبر أنواع المسام الموجودة في جسم الإلسان تقدر تعدي كل حاجة ما عدا البروتين and protein bound drug يعني لو كان دوا عبارة عن بروتين أو مرتبط ببروتين ما يقدرش يعدي من البورز عن طريق الفيلتريشن أو الإكواز دفيوجية تمام يبقى كل الأدوية تقدر تعدي من البورز الموجودة في الفيلتريشن أو الإكواز دفيوجين عدا الأدوية اللي تركبها عبارة عن بروتين أو مرتبطة ببروتين البورز دي بتبقى موجودة فين؟ بتبقى موجودة في النسيج الوعائي للشعيرات الدموية والجلومريولاي من هي بقى الجلومريولاي دي؟ لو انتوا مخدتهاش يعني فهي عبارة عن تجمعات دموية لما بخش كده الشريان الشرايين والأوريدة لما بتخش الكليا بتلف على بعضها كده وبتكون تجمعات من أوعية دموية ورفيعة بسيماها الجلومريولاي يبقى هي تجمعات من أوعية دموية رفيعة سمتها الجلومريولاي دي مع الكابيلير اندوسيليا مع النسيج الوعائي للشعارات الدموية بيبقى فيها بورز البورز اللي موجودة دي فيها بتقدر تعدي أي نوع من أنواع الأدوية عدا لو كان الدواء ده بروتين أو مرتبط ببروتين سؤال MCQ جماعة وهتلاقوه في الاندوف راوند أو الاندوف مديول أو آخر السنة ده سؤال رسمي طيب العملية دي اللي هي الفلتريشن أو الاكوس ديفيوجن عملية تجمعات الترشيح أو الانتشار المائي دي مين اللي بتحكم فيها؟ بتحكم فيها عاملين الهايدروستاتيك والأزموتيك بريشارت انسيكيو تاني الضغط الهايدروستاتيكي والضغط الاسموزي وبرضو ما بتحتاجش طاقة ولا بتحتاج نواقل وبتمشي برضو مع الكونسنتريشن جريديانت بس هنا هسميه الهايدروستاتيك والأزموتيك جريديانت ما بتحكم فيها عاملهايدروستاتيك والأزموتيك جريديانت sanjee يعني مثلا الدواء بيروح من المكان الأعلى ضغطا ليه المكان الأقل ضغطا يعني الضغط الاسموزي والضغط الهايدروستاتيكي في الوعائي الدموي بره أكبر من الخالية جوا فعن طريق ده تروحي الدواء ده ينتقل من المكان الأعلى ضغطا اللي هو الوعائي الدموي يدخل على الخلاية جوا اللي هو المكان الأقل ضغطا دي ببساطة كده، معنى الهيضروستاتيك والأسموتك بريشر، تمام؟ يبقى أنا هنا عندي سؤالين مهمين، سؤال البروتين والبروتين باوند دراج والعملين اللي بيتحكموا في الفلترشن أو الكواس ديفيوجين اللي هما الهيضروستاتيك وهي الال أسموتك بريشر عرفنا أنهم مے بيحتاجش طاقة ولا بيحتاج ناقل وعرفنا ناقل اللي بروتين والبروتين باوند مبعدوش في في أكبر المسام الموجودة في النسيج الوعائي للشعارات الدموية الموجودة في الكولية وتجمعات الأوعيات الدموية الرفيعة الموجودة داخل الكلية اللي سميتها عشان خاطر بروتين وبروتين باوند عشان خاطر وزنهم الجزئي عالي جزئيات كبيرة مفلطحة مش عارفة تعدي البوابة مش عارفة تعديها البوابة ديئة عليها ليه لأنها عندها وزن جزئي عالي وإحنا اشترطنا فوق أن اللي بيعدي اللي بيكون عنده وزن جزئي صغير تمام ثالث نوع معنا هو الانتشار المسهل وده مش هيختلف عن إخواته في بعض الحاجات يعني مش هيحتاج طاقة وحيمشي مع الconcentration gradient من الموقع الأعلى تركيزا إلى الموقع الأقل تركيزا تمام لكن هيختلف عن أقرانه الاثنين التانيين إنه بقى هنا هيبقى carrier metided transport يعني النقل بيتم عن طريق ناقل دي حتة مهمة جمع دي كده تمام الفسلتات الدفوجن ده بيتعامل مع عدد من المواد في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة نقصها عن الجسم زي مين زي الجولوكوز مسلا سكر الجولوكوز في غاية الأهمية للمخ المخ من غير الجولوكوز مش هيشتغل تمام لكن المواد دي اللي منها الجولوكوز بتبقى غير قابلة للزوبان في الدهون عشان تدخل بالليب الديفيوجن وعجمها كبير جدا إنها تعدي بالإكوز دفيوجن طب إيه الحل اللي بقى ساعتها يعني دلوقتي عندي مواد في غاية الأهمية للجسم زي الجولوكوز دي لا عارف أعديها بالليب الديفيوجن عشان خطر هي أصلا غير قابلة للزوبان في الدهون ومش عارف أعديها بالفلتريشن ولا بالإكوز دفيوجن عشان حجمها أو وزنها جزء كبير على البوابات بتاعة الإكوز دفيوجن بوابات الإكوز دفيوجن ومسام المسؤولة عن الإكوز دفيوجن ديقة عليها فما تقدرش تعد منها طب إيه الحل الحل بقى أن ربنا عمل آلية إنه يعد بيها المواد دي ومنها الجولوكوز عن طريق كارير لكل مادة من دول هيبقى لها كارير خاص بيها الوحدة تاكسي خاص بيها الوحدة ياخدها من مطرع متأول ما تيجي من عند القليا من فوق يقولها تعالي تفضلي حضرتك ما يعوصلك للمكان اللي أنت عايزها أول ما يرتبط بيها الكارير أول ما يرتبط بيها الناقل المخصص لها ده خصيصا هيخليها more and easily diffused ارتبط بيها الناقل فغير من كيميائيتها خلها قابلة للزوبان في الدهون أكتر وخلها تمتص وتنتشر بشكل أكبر يبقى عرفنا الكارير عمل إيه؟ غيرها بعد ما كانت غير قابلة للزوبان في الدهون خلها قابلة للزوبان في الدهون فدخلها من جدار الخلية لا تحتك طاقة وبتمشي مع الكونسنتريشن جيريديانت الميسال على كده البرميابول بيديفور بيرميابول جلايكو بروتين ترانسبورترز دي هي النواقل المخصصة MCQ يا جماعة الصفحة دي أو السلايد دي أنا عندي فاة ده سؤال MCQ مضمون ده سؤال MCQ مضمون وحكاية إنها بتحتاج كارير ده سؤال MCQ مضمون بالله عليكم وركزوا في الأسئلة اللي أنا بقول عليها لأن انتوا هتلاها قدامكم في الابتحان والله المذاكرة على وشها كده مش بتكون أحسن لما نذاكر بطريقة الأسئلة الحتة دي مهمة آه بيجي فاة سؤال كذا يبقى أنا عارف إجابته هتكون كذا تمام قادي الفاسوليتيت الديفيوشن وقادي النقل المخصص يجي يمسك في دي هنا خلاص حول في كيميائيتها خلها مور ليبتسولابول فيعديها من جدار الخليل تمام هممكن ديشوف صورة أحلى يعني من كلام ده اهو قادي الكارير بروتين قادي البروتين بره دخل مساكيته هنا غيرت في كيميائيته عدى جوه وخلاص على كده بقى ليبتسولابول هذه الدواء يدخل يمسك هنا بعد ما تغير في كيميائيته وتخليه مور ليبتسولابول تعديه من جدار الخليل نيجي برقم 4 وكلمة اكتب دي معنا النشط فكده عرفنا انه بيحتاج طاقة رسمي كده من أول هكده ده بيحتاج طاقة خلاص تمام ده بقى بيقدر يشتغل بينقل المادة من المكان الأقل تركيزا إلى المكان الأعلى تركيزا عكس الكنسنتريشن جريدين عشان يعاكس النظام الطبيعي محتاج طاقة محتاج اي تي بي يبهم هو هنا بيقدر يمشي عكس الكنسنتريشن جريدين وعشان يمشي عكس الكنسنتريشن جريدين بيحتاج طاقة بيحتاج اي تي بي تمام وكذلك بيحتاج ناقل او انزيمات يما بيحتاج ناقل وانزيمات او بيحتاج ناقل او انزيم يما يستخدم ناقل او يما يستخدم انزيم او يما يستخدم الاتنين مع بعض كمثال على كده عندك السوديوم بوتاسيوم ترانسفورت او السوديوم بوتاسيوم بامب اللي خدناها بكده في الاكشن بوتينشيال اللي كانت بتنقل البوتاسيوم والسوديوم عكس تركيزهم بتنقلهم من المكان الاقل للمكان الاعلى فبالتالي كان بيحصل الاكشن بوتينشيال وعندي مثال تاني الابنسيلين ده مضاد حيوي بيبقى موجود في اوني بيبات الكوليا بيحصل له اكسكريشن عكس الكنسنتريشن جريدينت باستخدام الطاقة دي طبعا امسي كيو وطبعا عرفنا ان هو بيستخدم طاقة واقس الكنسنتريشن جريدينت كل العاجات دي مهمة جمعا عندي خامس حاجة اللي قالبينو سيتوزيس الاكل اللي بتمسك الحاجة تاكلها وتدخلها جوه حنشوف ازاي دلوقتي ودي طبعا تبقى يعني بتحتاج طاقة دي اول معلومة عرفناه يعني الجزيئات الكبيرة الجزيئات الكبيرة اللي جاية تخبط على باب الخلية من برا افتحي يا اتلاق لا مش فاتحة ده انت كبيرة اول مش هتينفحة تعد انت باي حاجة من الطرق اللي فاتت دول باي وسيلة من التلاتة اللي فاتت دول هتعمل ايه؟ هقول لانا حكلك يطلع جزء من السيل ممبرين كده احنا نشوف تبينو سيتوزيس ايه؟ يجي اهو ادي الدواء جاي من برا جاي على السيل ممبرين يجي راح واخد حتة حتة من السيل ممبرين ودااخل بيها جوه احنا نشوف سورة من جوجل افضل ادي يا جماعة وبينو سيتوزيس بتحصل ازاي؟ ادي الدواء جاي من برا دخل على جدار الخلية اجي جدار الخلية düşي ده حوته بحتة منه السيل ممبرين قطع حتة منه خاد الدواء جوه وباك اراحت حوصل جوا الخلية من جوها حوت الدواء ده بحوى صلاح الحوى الصلاح دي مكونة من جدار الخلية اصلا للسيل ممبرين ده فهمناها الصورة هنا بتاعة جوجل افضل بكتير بصراحة لان صور الباور بوينت او البيدي اف ده مقززة بصراحة تمام يبقى دخل جوه على السلم امبرين اخد حتة من السلم امبرين حوط بها نفسه دخل عن طريقها جوه الخلية بقى موجود في حويصلة الحويصلة دي جوها بين جوها الدواء اللي هو عبارة عن اكسترا سيلدار كونستيتيوتس يعني جزء من السلم امبرين انفصل اخد الدواء ده حوطه بحويصلة ودخل به جوه السلم امبرين بقى موجود جوه ايبا دلوقتي بقى الدواء موجود جوه حويصلة داخل جوه الخلية عندي مثال على كده الفيتامين بي 12 تمام خلصنا كده عوامل النقل تعالى بقى ندخل على الابزوربشن الابزوربشن ده عبارة عن عملية نقل الدواء او انتقال الدواء من مكان ما انا خدته سواء كان اورال مثلا خدته عن طريق الفم لغاية ما يوصل للبرادستريم لغاية ما يوصل للدورة الدموية ايه يبقى العوامل اللي بتأثر على الابزوربشن ده في عندي عوامل related to the drug عوامل تخص الدواء نفسه وعندي عوامل related to the patient عوامل تخص المريض ايه يبقى العوامل اللي تخص الدواء رقم واحد السوليابيلتي وقبل ما نتكلم عن رقم واحد العوامل اللي هي علاقة بالدواء دي الفيزيو او الفيزيو كيميكال بروبيرتس العوامل الفيزيو كيميائية العوامل الفيزيائية والكيميائية الخاصة بالدواء زي مين زي السوليابيلتي الزوبان drugs must be water soluble يعني لازم تكون الادوية دي قابلة للزوبان في الماء وبرضو في الليبيد يعني الادوية لازم تكون قابلة للذوبان في الاثنين في الماء وفي الدهون بس the more the libit the faster the rate of absorption وإحنا أخدنا قبل كده ليه لأن جدار الخلية مكون من دهون فبالتالي لما يكون الدواء عبارة عن دهون أكتر قابل الزوبان للدهون أكتر فهيمتص بشكل أسرع وبشكل أكفر تمام رقم اتنين ودي تكلمنا عنها في أول المحاضرة بس نايد علينا هنا الشيك على بسرعة إحنا قلنا إيه دي اختصارها إيه إن الدواء كل ما يكون كل ما يقل لعدد الآيونات فيه كل ما يكون كل ما يعدي جدار الخلية أسرع كل ما يمتص بشكل أكبر كل ما كان الدواء ده يعني فيه آيونات يعني متحوط بجزيئات مية كل ما يبقى مروره من جدار الخلية أصعب كل ما يبقى امتصاصه أبطأ وأصعب يبقى لما يكون الدواء ده متأين في آيونات كتير محوطها جزايئات مية يبقى امتصاصه بيكون أقل لأن الدواء اللي حصل له ايونايزيشن حوالي ايونات مش بيحب الدهون زي مين عندي امسال على كده عندي الكواتيرنري امونيوم كومباوند جزيئات او مركبات الامونيوم الرباعية دي بتبقى يعني متقينة بشكل كبير جدا فبالتالي ما بتدوبش في الدهون فبالتالي ما بتعديش من جدار الخلية فبالتالي بتبقى دي مش بتمتص بسهولة او ممكن ما بتمتصش خالص كمان زي مين زي الابراتروبيوم ده عضو من اعضاء الكواتيرنري امونيوم كومباوند لكن بقى على النقيد التيرشري امونيوم كومباوند مركبات الامونيوم الثلاثية دي بتبقى ار ام ايونايز يعني ما فيهاش ايونات يعني بتكون محبة للدهون يعني تقدر تدوب في الدهون فده تبقى رابد لي ابزوربت بتمتص بسرعة وبصورة اكفأ من اختها التانية اللي هي كانت الكواتيرنري وعندي مثال عليها لوالاتروبيين السؤال في الامتحان يا جماعة التيرشري امونيوم كومباوند that is libit soluble and rapid لي ابزوربت ويخيرك ما بين كذا دواء تختار الاتروبيين الله يرضى عليك تختار الاتروبيين اوه عا تطلغبط ما بين الاتروبيين والابراتروبيوم تمام الابراتروبيوم ده عبارة عن مركب امونيوم رباعي الاتروبيين ده مركب امونيوم ثلاثي مركبات الامونيوم الرباعية زي الابراتروبيوم مش libit soluble متأينة فتمتص بصعوبة او يمكن لا تمتص اصلا انما التيرشري امونيوم كومباوند ده بتبقى رابد لي ابزوربت وتتمتص بسهولة لانها libit soluble لانها قابلة للزوبان في الدهون زي مين زي الاتروبيين طب رقم 3 الفيلانسي التكافؤ الفر الصادزي الفر الكولورايد اللي هو اكسيد الحديدوز ده بيمتص بشكل اسرع وبشكل اكبر وبشكل افضل من الفر الكولورايد اللي هو اكسيد الحديد او كولوريد الحديد دي من الجهاز الهضمي طب ايه اللي اللحظوا من الكلام ده ان البلاس 2 الحديد بلاس 2 او ايون الحديد بلاس 2 بيمتص اسرع واحسن من ايون الحديد بلاس 3 يعني كل ما قال لفقد الإلكترونات كل ما زادت الامتصاص تمام الف بلس 2 دي ايونر حديد اكتسب موجب 2 دول منين فقد إلكترونات الحديديك ده فقط كان فقط 3 إلكترونات لما فقد 3 إلكترونات بقى بيمتص أقل من أخوه فبالتالي أفقد إلكترونات أقل أمتص بشكل أسرع أفقد إلكترونات شوية أمتص بشكل أسرع تعالى رقم 4 طبيعة الدواء يعني الأدوية الغير عضوية تمتص بشكل أحسن من الأدوية العضوية الفارماسوتيكالفورم الهيئة دوائية بتاعت الدواء يعني المحاليل المائية الفارماسوتيكالفورم الهيئة الدوائية يعني الدواء ده صلب ولا سائل ولا كده فهمتوا جماعة صلب أو سائل أو كده يعني المحلول المائي بيمتص بشكل أحسر وأسرع من المواد الصلبة والسوسبنشن السوسبنشن دي بقى أنا معناها إيه؟ المستحلب عارفين المستحلب؟ هاوضحها لكم هات كده أي دواء بتشرب وشوف المحلول بتاعت دواء نفسه لو كان شفاف وشفت إيدك من وراء أو شفت من وراء ده يبقى إكوة سيليوشن ده مية كاملة إنما لو ما عربتش يشوف إيدك من وراء مستحلب كده تقيل زي المالوكس أكيد كلنا عارفين المالوكس اللي هو دواء الحموضة ده اسمه مستحلب ده اسمه سسبنشن تمام؟ يبقى المحلول الماء اللي بيقع عبارة عن مية بس ده بيمتص بشكل أسرع السوليدز المواد الصلبة دي بتمتص بشكل أقل كفاءة بكتير من المحلول المائي من اللي في النص المستحلب ده المستحلب ده بيكون عبارة عن مية متدوب فيها شوية جزيئات من جزيئات الدواء لكنها بتكون جزيئات كبيرة نسبيا فبالتالي سميناها مستحلب على النحية التانية بقى دي معروفة يعني إنه كل ما قال حجم الجزيئات الدواء كل ما زاد امتصاص رقم بي بقى احنا كده خلصنا رقم ايه اللي هو الفاكتورز ريليتيتو زاد راك ناخد بقى الفاكتورز العوامل التي تخص البيشن التي تخص المريض الروت اف ادمينستريشن يعني أنا منديله الدواء ده إزاي بنديله اورل عن طريق الفم بنديله عن طريق سابكتينيس تحت الجلد بنديله انتراماسكلر في العضل ولا بنديله انترا فينس في الوريد او بنديله عن طريق السكين بنحطله كده كريم على الجلد اسرع الطرق دي كلها الانترا فينس اللي هو في الوريد والانهيليشن ده سؤال ام سيكيو يا جماعة والله العظيم اسرع طريقة او اسرع طريق ندي بي الدواء عشان يمتص بشكل اسرع يا إما عن طريق الوريد انترا فينس او عن طريق الانهيليشن الاستنشاق زي البخاخات كده اللي بتشوفه اللي عندهم راب وعافانا عافانا وقوم الله بيأخذوها تمام الانهيليشن ده بيحصل عن طريق ايه؟ عن طريق انه بيحصل الابزوربشن امتصاص من الميوكس ممبرينز من الاغشية المخاطية الموجودة في القصبة الهوائية الاغشية المخاطية الموجودة في القصبة الهوائية بيتمتص المادة اللي انا بنخدها دي عن طريق البخاخ تمام؟ دي ركت رقم واحد رقم اتنين يعني مساحة سطح الجزء الممتص أو مساحة سطح العضو اللي هيمتص الدواء ده والفسكيلاريتي بتاعته الوعائية يعني مدى سريان الدم في الحتة اللي انا هندي فيها دي تمام؟ يعني الامتصاص بيتناسب تناسب طردي مع مساحة السطح والفسكيلاريتي اللي هيا الوعائية واحيانا احنا بنمسك جرعة الدواء دي بنقسمها وبندفع اتتين مختلفتين عشان نزود مساحة سطح الامتصاص بنجيب الدواء كده the volume of the used drug to be injected into two sites بنديف مكانين مختلفين عشان نزود مساحة سطح الامتصاص زي مين مثلا اللي بنعمل مع الحركة دي اللونج اكتن بنسلم بنسلم ده اللي هو المضاد الحيوي امسك يو لونج اكتنج قلب عليك لونج دي مهمة لونج اكتنج بنسلم ما تقوليش بنسلم بس غلط لونج اكتنج بنسلم مش الشورت اكتنج تمام also we rub injection site يعني احنا بنجي كده بنفرق مكان الحقنة اكيد لو حد فيكو بيدي حققا كده انتو رسا سنقولها صغارين يعني بس ايه بيدعك كده مكان اللي عدي في الحقنة عشان قطر يزود الفسكيلارت بتاعته عشان نزود سريان الدم في المنطقة دي فبالتالي يزود الابزور بشان يزود الامتصاص ثلاثة الحالة الصحية او حالة السطح الممتص او الجزء الممتص يعني المعدة مثلا المعدة دي سليمة ولا مش سليمة ما لو كانت مش سليمة مش هتمتص يبقى الامتصاص بتاعها هيبقى متنايل بنيلة تمام يبقى عندي مثال هنا هو بيديه لك التهاب المعدة الضموري او ضمور المعدة ده بيقلل عملية امتصاص الفود والدراجز الطعام وكذلك الادوية تمام يعني معدل الدورة الدموية يعني كل ما زاد معدل الدورة الدموية كل ما زاد الامتصاص بيش ببساطة كده خلاص يعني يبقى ده بيتحكم في معدل نقل الدوة للمكان اللي حيشتغل فيه والله يا عظيم الدوة ده عايز روح يشتغل على الامعاء يبقى الدورة الدموية اللي حتتحكم هيوصل الامعاء دي في دقيقة في دقيقتين في ثلاثة تمام فحالات الشك وحالات الشك دي هي الحالات اللي بيكون فيها الجسم ما عندوش اللي يكفيه من الدم يعني من الاخر الجسم ما عندوش دم يكفيه وعلى فكرة الشك دي حالة مميتة تمام معنا عبقى مغفل لما اجي قد واحد عندو شك ستيت قد دي له حقنا تحت الجلد وهو اصلا كده ما عندو نقص في صران الدم يبقى انا بهزر تمام لان الانسان لما يخش في الحالة دي بيحافظ على بيحافظ قدر الامكان بيجاهد عشان يحافظ على الدورة الدموية في القلب والاعضاء الحيوية اي جنم يدي له تحت الجلد ده انا كده بهرد يبقى لازم لما ينسب يبقى عندو حالة الشك دي ادي له انترا فينس على طول ادي له انترا فينس ادي له في الوريد ادي له صاب كتينيس هيوصل فين اذا كان هو اصلا ده عندو نقص في صران الدم ده الدورة الدموية بتاعته مضروب النار يعني متنينة بنيل تمام يبقى لازم اي بني ادم عندو شك مثلا عندو حالة من حالة الصدمة دي نقص في صران الدم في الجسم ادي له انترا فينس صاب كتينيس هتبقى غلط specific factors عوامل خاصة وانا عايزكم جماعة لو سمحتوا تسألوا الدكتورة بتاعتكم او الدكتور المسؤول عن شرح المادة دي هو هنا اكس ترينسيك فاكتور اوفزاستوميك ولا انترينسيك فاكتور اوفزاستوميك لان انا بصراحة هقولها هنا انترينسيك فاكتور اوفزاستوميك هقولها انها انترينسيك مش هقول انها اكس ترينسيك قادس تمام اسألوا فاها الدكتورة شوفوها هتقول لكم ايه لان هي اللي بتحط الامتحان لكن علميا علميا هي الكوبالمين اللي هو بيعبارة عن الفاكتور بتاع الفايتامين بي 12 هو انترينسيك فاكتور مش اكس ترينسيك تمام فاسألوا فاها الدكتورة شوفها انترينسيك ولا اكس ترينسيك لان دي معلومة مهمة اللي عليكم تمام مش هنتعامل هي اكسترينسيك ولا انترينسيك لغاية ما تسأله الدكتورة يبقى فيه فاكتورز انا خدت حقنة فيتامين بي تولب الفاكتورز ده ما بيشتغلش جوه الجسم غير لما يرتبط بفاكتور معين الفاكتور ده بيطلع من الستوميك من الماء ده وده سؤال MCQ والفاكتور ده اسمه الكوبالمين يعني لو انتو عايزين تعرفوه زيادة عين الكوبالمين تمام يبقى فيه بعض الادوية اللي انا بيخدها اتحقنة جوه جسمي انا رحت لقيت نفسي مش مركز الزاكرة عندي راحة بداها يا خدت حقنة فيتامين بي تولب الفاكتور ده مش هيشتغل غير بوجود عامل جوه هيخليه اشتغل حيرتبط بيه خليه اشتغل اللي هو مين اللي هو الكوبالمين اللي هيطلع من الماء ده واللي انا بقول ان هو وبرضه زي ما بأكد تعليقوا سأله الدكتورة او الدكتور اللي بيشترينسيك والله حضرتك ده اكسترينسيك والله انترينسيك تمام البرزنس اف ازا دراجز وجود ادوية تانية الادرينالين الادرينالين اللي ده احنا هناخده ان شاء الله انه بيعمل فازو كونستريكشن واي حاجة يا جماعة قاعدة عامة بتعمل فازو كونستريكشن بتقلق الامتصاص الدوة طب انا ممكن اعاوز ادرينال عشان يقل يلي امتصاص الدوة ليه ايه ايه اللي يخليني اه خلي الدوة ده عايز يامتصاصه يقل اكيد حاجة منطقية لما يكون في اللوكال انيثيوتيكس في المخدرات الموضعية لان المخدر الموضعي ده لما ندي واحد مخدر موضعي وانا بعمل له عملية انا محتاج انه يفضل متخدر لاتور فترة ممكنة اقوم مديله ادرينالين الادرينالين يعمله فازو كونستريكشن يقل الامتصاص المخدر الموضعي فيزود مدة عمله تمام يا جماعة هنتكلم بعد كده عن حاجة اسمها البيو افيلابيليتي والبيو افيلابيليتي دي معناها باختصار هي النسبة او الجزء من الدواء اللي انا خدته اللي بيوصل السيستيمك سيركيليشن اللي بيوصل الدورة الدموية بدون ما يتغيره وبدون ما يحصل عليه اي تغيير او تأثير خدته عن طريق الحقن او خدته عن طريق الفم وصل للدورة الدموية في هيئته العادية اللي انا خدته به ما حصلوش اي تغيير تمام يا جماعة ما تهضمش ما تكسرش وصل بهيئته الكاملة وصل بصورته الطبيعية دي هي البيو أفيلابيليتي طب فيه حاجات بتأثر على الدواء ده ممكن تخليه ما يوصلش بالكامل للدورة الدموية ده إن شاء الله نحن عرفه خلاص خلال 30 ثانية بالزرع ايه هو بقى الوضع اللي تكون فيه البيو أفيلابيليتي 100% يعني كل الدواء اللي أنا خدته وصل للدورة الدموية زي ما هو تهتوقعه عن طريق ايه اه كده عن طريق الـ IV اديته حقنا في الوريد دخلت الدواء كله على الدورة الدموية على طول لا خلته بقى يعد على مقدة ولا يعد على كبد ولا يعد على اي حاجة اديته في الدورة الدموية على طول فالبيو أفيلابيليتي بتاعته بقيت 100% لأنه دخل على الدورة الدموية بتاعته على طول فالبيو أفيلابيليتي دي لما نديها بقى عن طريق الفم او عن طريق سبكتينيس او انترا مسكيلر هتكون فرايبول ليه لأنها هتعدي بقى عن طريق الكبد هتعدي عن طريق المعدة فهيتكسر منها شوية اجزاء فبالتالي هتوصل مقصة ممكن يوصل 70%-80% منها لما يوصل 70% من الدواء ده للدورة الدموية يبقى البيو أفيلابلتي بتاعت الدواء 70% لما يوصل منه 20% يبقى البيو أفيلابلتي بتاعت الدواء ده 20% طيب عندي حاجة اسمها الـ First Pass Effect أو الآيد الأولي أو الهضم الأولي للأدوية أول حاجة عندي الـ Gut First Pass Effect يعني الآيد الأولي أو الهضم الأولي للدواء في الـ Gut في الأمعاء البنيزايل بنيسيلين اللي هو المضاد الحياة واللينا نتكلم عنه وابنين نتكلم عنه من أول المحاضرة ده بيتكسر وبيتدمر نتيجة الجسريك أسيتيتي يعني أنا لو خدته عن طريق الفم يدخل على المعدة المعدة تجدربها على دماغه وتقوله انت جيت تعمل هنا ايه احنا متفقين انك ما تجيش هنا متخصمة معاه تجي رحم كسرات ما ترحموش تمام طيب الإنسولين لو أنا بسلا جيت خدت إنسولين عن طريق الفم خدته حبوب إنسولين عشانك دايما يا جماعة انتم بتلاحظوا ان اللي بياخدوا إنسولين بياخدوه يا إما بحقا تحت الجلد أو بياخدوه لو في حالات خطيرة يعني بياخدوه IV بياخدوه إنترافينس ليه؟ عشان خاطر الإنسولين ده لو خدته عن طريق الفم أورال مين اللي هيدمره الديجيستيب إنسيمس الإنسيمات الهاضمة الموجودة في الأمعاء الموجودة في الجهاز الهاضمي حتضمره فبالتالي كأنه ما قمتش حاجة يبقى الإنسولين كده مش هيقصري طب الميوكوزا الإنزيم بتدمر لدواء اسمه الكولوروبرومازين الإنزيمات الموجودة في الميوكوزا في الغشاء المقاطي الموجود مثلا في الأمعاء الموجود في الماء ده ده بيضمر دواء اسمه الكولوروبرومازين والكولوروبرومازين ده بيستخدم في علاج الاكتئاب الاضطرابات الذهانية الحوس انفصام الشخصية اللي هو الشيزوفريني يعني تمام؟ ناخد كده نبزة مختصرة عن كل ده وحتفيدنا بعدين إن شاء الله تمام؟ يبقى أي حاجة من الثلاثة دول مفروض ما تدهاش في الحتة اللي تتضمر فيها تمام؟ يبقى الجاستريك أسيدي تي بتضمر البنزيل بنسيلين دي حتة دي كلها MCQ خطيرة الديجيستف إنزيم بتدمر الإنسولين الميوكوزا الإنزيم بتدمر الكولوروبرومازين ليه يجب لك سواف الامتحان يقول لك why we do not give insulin by oral tablets ليه ما منديش الإنسولين عن طريق حبوبه عن طريق الفم ويجب لك اختيارات أكيد الاختيار الصحة يكون لأنه فيه digestive enzymes الموجودة في الجهاز الهضمي بتدمر الإنسولين ده ثاني حاجة في الفيرست باس الهيباتيك فيرست باس إفكت الأيد الأولي والهضم الأولي اللي بيحصل في الليفر في الكبد الدراج الدعوة ده فيه أدوية بتبقى extensively metabolized في الليفر بتتهدم أو بيحصلها عملية إيد بشكل كبير جدا في الكبد واحد في المية بس منها اللي بيوصل البرتال سيركوليشن ممكن واحد في المية منها فقط اللي بيوصل السيستيميك سيركوليشن اللي بيوصل الدورة الدموية زي مين زي النايترو جليسرين والليدو كيين النايترو جليسرين ده يا جماعة بيستخدم في توسيع الأوعيات الدموية للي عنده أنجاينا اللي عنده زبحة صدرية بيدوره نايترو جليسرين تمام النايترو جليسرين ده بيتضمر لو عدى على الكيبتيب انا لو اديته عن طريق يبقى انا كده خلاص ولا كاين انا عملت حاجة والليدو كاين ده مخدر موضعي. تمام? بيستخدمه وسبب في حالات البواسير مثلا لو فيه الام ولا حاجة. تمام? طيب انا كده مفروض ما تديش النايترو جليسرين ده عن طريق الفم. يبقى حدي ايه? عديه لك تحسابلينج ولا? النايترو جليسرين بديه تحت اللسان على طول عشان يمتص عن طريق الميوكوزة في ادخل على الدورة الدموية من غير ما يعدي على الكبد. في بعض الادوية التانية بتبقى برضو برضو بيحصل عاملها عاملية تكسير او هضم بس يعني اقل شوية من النايترو جليسرين والليدو كاين زي البروبرانولول مسلا. البروبرانولول ده لو تعطى عن طريق الفم خمسة عشرين في المية منه بس اللي بيوصل للسيستيميك سيركيليشن للدورة الدموية. البروبرانول ده يا جماعة للعلم هو بيستخدم لعلاج امراض القلب زي مسلا عدم انتظام ضربات القلب. علاج ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم لو حد عنده حد من اهله يعني لقدر الله عنده اه ضغط هلاقي الادوية بتاعته في منها اكيد حاجة ببروبرانولول استخدم في علاج ارتفاع ضغط الدم واعضم انتظام ضربات القلب. طيب هاو تو اوفركم الهيباتيك في رستباس ميتابوليسم ازاي بقى انا اقدر اتغلب على الايد الاولي او التكسير الاولي اللي بيحصل في الكبد الادوية دي. اما ان انا ممكن ازود للمورفين والبروبرانولول لسا متكلمين على البروبرانولول فوق المورفين ده مسكن. كانوا بياخدو زمان في الحرب العالمية وحاليا بقى يعني كان بسبب الادمان يعني. السبب ان هم ما تعقفوا عن استخدامه ما بيصرفش غير بروشتة طبية او في العمليات انه مسبب للادمان. طيب يعني ايه ازود يعني انا مسلا لو عندي دوة اديته بجرعة عشرة. العشرة دول انا هدخلهم جوه. هاخدهم عن طريق الورال تابلت. خمسة منهم هيتكسروا. خمسة منهم هيوصلوا بس انا عايز عشرة. طب اعمل ايه? ازود الجرعة دي لخليها عشرين. العشرين دي نصها. هيتكسر في الكبد ونصها تاني هيوصل. وهو ده اللي انا عايزه. هم ده العشرة دول هم اللي انا عايزه مصر. تمام? فهمناها? او ممكن استخدم بقى ازر روتس. طبع ما هم بيتكسر عن طريق الفم وبيروح عالكبد. لا يعمل ما استخدم ازر روتس زي في حالة النايترو جرسرين. بدي سابلينج وال تحت اللسان. فبيوصل للسيستيمي اكسركيليشن الدورة الدموية. وبيشتغل عادي خالص من غير اي مشاكل. خلصنا الابزوربشن. نيجي بقى الديستريبيوشن التوزيع. بعد الدواء بتاعي ما بيمتص. الدواء بتاعي بيتوزع في الانسجة المختلفة. وسوايل الجسم. الدواء بتاعي انتص. خلص بقى هيتوزع على سوائل وانسجة الجسم المختلفة. طبقا للكمبارتمنت موديلز. ايه بقى الكمبارتمنت موديلز دي هنعرفها دلوقتي ان شاء الله. وهي باختصار كده وبشكل بسيط. النمازج الحجيرية. النمازج الحجيرية دي المصطلح المجاعلس ده. هاي بقى اسهل من السهولة دلوقتي ان شاء الله. هي دي الكمبارتمنت اللي هتكلم عنها. هي دي الحجرات اللي هتكلم عنها. عندك الانترافاسكولر كمبارتمنت. الدموي. عندك الانتراستيشيال كمبارتمنت اللي هي المسافة ما بين الخلايا وبعضها. عندك الانتراسيلولر كمبارتمنت اللي هي الحجرة الداخل الخلوية داخل الخلية. هما دول التلات حجيرات اللي انا هتكلم عليهم. الادوية اللي انا اديتها دي ممكن تنتقل ما بين البلط للانتراستيشيال اللي هي ما بين الخلوية الحجرة اللي بين خلوية للسيلز للداخل الخلوية اللي هي دول الخلية. او العكس. ممكن تنتقل من الخلية للمسافات البين الخلوية للبلود أو للإنترافاسكولار يبقى ممكن تنتقل من البلود للإنتراستيشال سبيس للسيلز أو العكس من السيلز للإنتراستيشال سبيس للبلود These compartments or site of distribution يعني الحجيرات دي أو أماكن التوزيع حجرات التوزيع أو أماكن التوزيع في إكستراسيلولار وإنتراسيلولار compartments أماكن التوزيع الداخل الخلوية أو أماكن التوزيع الخلوية أو الحجرات الداخل الخلوية أو الحجرات الخلوية يعني حجرات أو أماكن موجودة جوة الخلية وحجرات موجودة خارج الخلية والإكستراسيلولار compartments دي هتكون اتنين هتكون إنترافاسكولار وإنتراستيشال سبيس إنترافاسكولار داخل الوعاء الدموي وإنتراستيشال ما بين الخلائية المسافة ما بين الخلائية يبقى أنا عندي اتنين إكستراسيلولار compartments وعندي intra-cellular compartment واحد اللي هو داخل الخلية أول حاجة هنتكلم عن الone compartment model نموذج الحجرة الوحدة الدواء ده بينتشر في مكان واحد فقط اللي هو الانترابسكولار داخل الوعي الدموي فقط الدراج بيبقى to the circulation ليه؟ عشان بيكون very large drug molecules عشان بتكون جزيئات الدواء كبيرة للغاية يبقى الدواء بيكون موجود في circulation في الدورة الدموية فقط ما بخشش في المسافات البين خلوية ولا بخش الخلية بيكون موجود في الوعي الدموي فقط تمام يبقى substance with relatively high molecular weight المادة او الدواء اللي بيكون عنده وزن جزيئي عالي زي الديكساتران والديكساتران ده عبارة عن دواء مكوة من وحدات كتيرة متكررة من الجلوكوز بنستخدمه في حالات الشوك حالات نقص سريان الدم عشان نستعيد حجم الدورة الدموية الطبيعي ونعالج نقص البلازمة تمام ده هو ديكساتران كده شوك معلومات بسيطة عنه تمام فالديكساتران ده عشان خاطر عنده وزن جزيئي عالي فحيفضل موجود في بلازمة الدم حيفضل موجود داخل الوعاء الدموي مش هيقدر يعدي النسيج الوعائي للمسافات بين خلوية او لداخل الخلائي تمام من تاني غير الديكساتران برضو البلازمة بروتين bound drug يعني الدواء اللي ارتبط ببلازمة بروتين برضو مش هيقدر يعدي من جوة الوعاء الدموي يعدي ما بين المسافات الداخل الخلوية او لداخل الخلية زي الهيبرين تمام وده سؤال mcq جماعة والله سؤال mcq ده كله ده خل دواء الدواء ده راح ارتبط بالالبيومين مثلا ده بلازمة بروتين او بالجلوبين ارتبط بهم بقى عنده وزن جزيئي عالي كده حيفضل موجود في الدورة الدموية حيفضل موجود في العاء الدموي مش هيقدر يعدي للمسافات البين خلوية ولا هيقدر يعدي جوه الخلال لانه عنده وزن جزيئي عالي دي كانت النموذج الاول النموذج الحجرة الوحدة النموذج الدواء ده بيتوزع في مكان واحد بس مكان انتشار وتوزيع ومكان واحد بس اللي هو الوعاء الدموي ما بيقدرش يعدي للمسافات البين خلوية ولا جوه الخلال طيب نموذج الحجرتين يعني بينتشر في حجرتين من التلاتة اللي اتكلمنا عنهم هيكونوا مين؟ هيكون الانترافاسكلر داخل الوعاء الدموي وحيقدر يعدي من داخل الوعاء الدموي وحيقدر للانترستيشيام المسافات البين خلوية دي هتكون ادوية تقدر تعدي الكابيلا ريول تقدر تعدي جدار الشعيرة الدموية او جدار الوعاء الدموي بس وتوصل للمسافات البين خلوية ووصلت هي للمسافات البين خلوية شوف هنا كانت موجودة هنا بس ما قدرتش تعدي هنا وصلت للمسافات البين خلوية لكن ما قدرتش تخش جوه الخلية بتقنط كروس السلم مبرين دول بيكونوا موجودين في السائل الخارج خلوي السائل الموجود برا الخلية السائل الموجود خارج الخلية ما قدرش يخش جوه الخلية زي مين؟ زي الكواتيرنري أمونيوم كومباوند مركبات الأمونيوم الرباعية وحنا كنا تكلمنا قبل كده عن الكواتيرنري أمونيوم كومباوند وقلنا انهم ما بيقدروش او الامتصاص بتاعهم زي الزيفت بورلي أبزوربيت وده طبعا يأكد كلامنا ان هي ما بتقدرش تخش الخلية وما بتقدرش يتعدي من السيل ميمبري تمام؟ عندي الاني سي ال اللي هو كولوريد السوديوم ملحة الطعام والمانيتول والمانيتول ده بناستخدمه في المرضى اللي عندهم فشل كلوية عفانا عفاكم بالله بيستخدم كمدر للبول طيب يا دكتور هو أنا يعني دول يعني ما بدخلوش جدار الخلية مرازية يعني؟ لا طبعا هم ليهم استخدامهم اتصنعوا عشان كده يعني الكواتيرنري أموديوم كومباوند ما بيقدرش يخش داخل الخلية ولا بيحصل له أبزوربشان عشان أنا محتاج ويفضل في الدورة الدموية المانيتول لو دخل جدار الخلية مش هيفضل موجود في الدورة الدموية فمش هيقدر يعمل لي إضرار البول أنا محتاج ويفضل موجود في الدورة الدموية عشان خاطر يفضل يدرلي البول تمام يا جماعة؟ نيجي هنا الفوق الديكساتران ده اللي مكانش بيطلع برا لعاية دموي لو بروح حتى ما بين الخلوية ولا بروح جوة الخلية ليه؟ ده أنا مستخدمه عشان يعالج الشك أنا دلوقتي عندي نقص في سرهان الدم أنا ميديله عشان أسترجع حجم البلازمة الطبيعية وهسترجع الدورة الدموية مش طبيعي أنه يخش جوة الخلية أكيد أنا محتاج ويفضل موجود دايما في الوعاء الدموي عشان يسترجع لي الدورة الدموية اللي بازت أصلا تمام؟ فمش طبيعي أنه يخش داخل الخلية فكل واحد ليستخدامه وليه الحاجة اللي هو تصنع عشان فكده في التلاتة دول يعدوا من الجدار بتاع الشعيرة الدموية والوعية الدموية للمسافات البين خلوية لكن والله لو ايه كده بلازم يقدر يخش داخل جدار الخلية حال يفعلهم طلاق ما يدخلوا جوة الخلية ليه؟ عشان حيبقو هيبقى في مية والمية طبعا ما تعديش من التركيب الدهني لجدار الخلية شفتوا كل حاجة متربطة ببعضها نيجي بقى للمالتي كومبارتمنت موديل التلاتة ده أدوية هتعدي من التلاتة إكسترا سيلر والإنترا سيلر يبقى دراج استستريبيوتيت أولوفر ذا بادي بلازمة والإكسترا سيلر والإنترا سيلر الدواء بعدي من رعاق الدموية للمسافات البين خلوية لجوة الخلاياهو كمان دخل كل حتة دخل كل حتة يبقى أكيد عنده لوم وليكي لرويت وزن جزئي واطي لابد سوليبول أكيد لازم يكون بيدوب في الدهون عشان خطر يقدر يعدي من مين من السيلر مبريل أممال إيه اللي خلى التلاتة دول التو كومبارتمنت موديل دول ما يعدوش جوة السيلر مبريل عشان هما بولر أصلا عشان هما آيونيك عشان هما بيدوبوا في الماء ما يبدوش في الدهون جي السيلر مبريل قال لهم عليها الطلاق من توسكتي من تودخلين جوة السيلر مبريل لو إيه كده باللازم تمام يبقى المالتي كومبارتمنت ده عشان الدواء يعدي في كل التلاتة دول لازم يكون عنده وزن جزئي منخفض لازم يكون قابل للزيابات في الدهون عشان يعدي من السيلر مبريل عشان خطر يدخل جوة جوة الخلية مين عندي اللي بيقدر يعمل التلاتة دول عندك الألكول الكحولات طبعا طبيعي عشان كالا بيشوف أي واحد بيشرب خمرة يسكران لأن حصل امتصاص للألكحول ده في الدورة الدموية بتاعته في المسافات البين خلاوية وفي الخلية نفسها تمام عندك السلفونة ميلز السلفونة ميلز دي مضادات حيوية فأنا محتاج للمضادات الحيوية دي أنها تخش جوة الخلاية عشان تأدي وظيفتها وعندك الساليكايليت زي الأسبرين كده الساليكايليت ده اللي هو أسبرين الحاجات دي يا جماعة حفظ بالله عليكم وانا مسهلها عليكم مش أكتر من كده النوع الرابع عندي بقى بعض الأدوية يعني عندي شوية أدوية كده صاحبة مزاج ما بتحبش تروح في أي عدة لا هي لها أماكنها كده المعينة اللي بتروح تصهر فيها لها نواديها اللي بتروح تصهر فيها عندها أماكن معينة لها ميل بتحب الأماكن دي أكتر من غيرها زي مين زي الكالسيوم البونز دي العضمه متكون من كالسيوم فبالتالي أي دوة في كالسيوم حيروح يترسب في العضم عندك الأرزينيك الزرنيخ بيروح يترسب فيه الهير سؤال فيه جيف المتحمة وخادعة في حيطة صغيرة زي دي يقول لك الأرزينيك او بيكون موجود فيه هير سكين بلاد بون واختار بقى أرزينيك بيكون موجود في الهير يا جماعة ومداري وده بفرق بين الأوائد تمام عندك الايو دايد اللي هو عبارة عن يود بس ايون اليود يعني ايود اكتسب شحنة ده الايود ده اليود ده بيكون موجود فيه في الثيروت جانس في الغدرة الدرقية ودي اخدناها في ثالثة سنوية نفتكرها يعني ان شاء الله وعندك التترا سايكلين التترا سايكلين ده مضاب ده حيوي برضو ده بيترسب في البون والتيس الحتة دي في غاية الأهمية اللهم بلغت اللهم فاش هتسوا كملتوا معنا في الكورسة او ما كملتوش يا جماعة حاجات دي بالله عليك وتفتكروها لانا في غاية الأهمية تمام وتذكروا بنفس الطريقة اللي أبلوكو عليها سؤال وجوان هنتكلم بعد كده عن البايندينج توبلازما بروتين سيلا احنا عمينا نتكلم ملامه الصبح ده خل الدواء ارتبط بجزء من البلازما بروتين بأسمه باوند بروتين مين هي البلازما بروتين دول حوالي خمسة وتلاتين بروتين اللي احنا هنتكلم عنهم الألبيومين وتوليسر اكستينت الجلوبين أشهر واحد الألبيومين يعني الأقل شهرة منه شوية الجلوبين يعني بيتعكس ممكن يتعكس يعني الدواء ده بيرتبط بالبروتين وممكن بعد كده أول ما يوصل الماكينة اللي هشتغل فيه ينفصل عن البروتين عادي يبقى كده الارتباط ده قابل انه يتعكس يعني الأدواء دي بتتحمل أو بتسري في الدم في هيئتين يا إما باوند الدراجز تبقى مرتبطة بالبروتين يا إما فري دراجز مش مرتبطة بحد السينجل اللي تتكلمنا عنها لو تفتكروا الباوند الدراجز دي يعني غير فعالة أو غير ناشطة وعندها دونج دوريشان وعندها مدة شغل أكبر بتشتغل لمدة أطول يعني مش بتتخضم ولا بتتكسر ولا بتطلع من بره الجسم إنما الفري دراجز أكتف بقى دي ناشطة دي دي بتتكسر عادي وبتتخضم وبتطلع بره الجسم يبقى أنا عندي نوعين عندي الأدوية بتمشي في الدم في على هيقتين الهايئة المرتبطة والهيئة الغير مرتبطة الدراجز دي بتبقى بار eiن اكتف غير ناشطة الفري بتيبقى اكتف دي بيبقى عندها long duration الفري بيبقى عندها short duration الدراجز بتبقى مش بتتكسر مش بتتخضم مش بتخرج بره دي بتتهضم وبتخرج بره عادي A protein bound drug would interact with another drugs Bounded to the same protein يعني ايه انا عندي بروتين البيومينه وعندي الدوة ده ارتبط بالالبيومين وعندي الدوة ده ارتبط بالالبيومين الاثنين مرتبطين بنفس البروتين فكده الدوة ده ممكن يتفاعل مع الدوة ده لانه مرتبطين بنفس البروتين يبقى الادوية المرتبطة بنفس البروتين تقدر تتفاعل مع بعضها مثال على كده عندك السليكايلات اللي هو الاسبرين ده بيحل محل الورال انتيكواجلنت وورفرين عندي ده اسمه الورفرين الورفرين ده مضادر التخثر يعني بيعمل سيولة في الدم الورفرين ده بيعمل سيولة في الدم ييجي السليكايلات ده اللي هو الاسبرين يحل محل الورال انتيكواجلنت وورفرين من البروتين اللي هو ماسكه فيزود نسبة الورفرين في الدم لانه كده الورفرين بقى مش مرتبط ببروتين الورفرين بقى حر فيزود سيولة الدم فيعمل لي نزيف لما حل السليكايلات محل الورفرين والورفرين كان في حال والورفرين كان مرتبط ببروتين وقاعد ما بيعملش ولا حاجة جيت انا وتيه لأ تعالى يعمل الورفرين بقى انا هرتبط مكانك يبقى انا زودت كمية الورفرين الحرة الموجودة في الدم يبقى انا هزود البليدينج لان الورفرين ده عبارة عن مضادر التخسر بيزود سيولة الدم فيعمل لي نزيف عندي بروتين قلبيومين وقلبيومين وعندي دوايين مختلفين لكن الاتنين مرتبطين بنفس البروتين يبقى الاتنين يقدر يتفاعلوا مع بعض عندي مثال الساليكايليت يروح يحل لمحل الأورال أنتكو أجلنت وورفارين من البروتين باينديكسايت بتاعه نيجي نوضحها هنا اهو ادي عندي الورفارين انا اخدت الأورال أنتكو أجلنت وورفارين خدت دوا مضاد للسيولة سميت وورفارين الورفارين ده هيدخل للدم عشان يروح للقلبيومين اللي حيرتبط به القلبيومين ده عايز يروح له عشان خاطر يتبط به جي الساليكايليت بقى اللي أنا بناخده برضه كنتنا من في نفس الفترة بناخد أسبرين جي الأسبرين لحق يروح يرتبط بالقلبيومين ده قبل الورفارين كده الورفارين ملقاش بروتين يرتبط به بقى حر في الدم زودت نسبته في الدم وده مضادر التخسر يزود سيولة الدم يعمل لي بليدينج بنفس الفكرة خدت أورال واحدة ستة خدت أورال كونتراسيبشنز خدت موانع للعب الجي الساليكايليت قال لها والله ما انت ريحة مرتبطة بالبروتين بتاعك أنا هروح أنا نرتبط به وخليك انت على جام يبقى أنا زودت نسبة الأورال كونتراسيبشن الموجودة في الدم الأورال أنتي دايبيتكس المضادات السكر أو المضادات السكرية اللي أنا بخدها أورال عن طريق الفم يجرح الساليكايليت أو أي دوا تاني مرتبط بنفس البروتين بتاعه يرتبط به فيزود نسبته في الدم لأنه ملقاش بروتين يرتبط به خلاص بقى حر بقى فري فزودت نسبته في الدم فبالتالي زودت تأثيره في الدم فهمنا يا جماعة يبقى بشكل عام تاني والآخر مرة عندي مورتينين عندي هنا عندي دوا ايه ودوا بيه الاتنين عندهم نفس البروتين اللي بيرتبطوا بيه يبقى كده نفس الدواين دول يقدروا تفعلوا مع بعض عندي مثال الساليكايليت راح انا كنت محد مثلا مريض بياخد مضادات سيولة او مضادات تخسر انا اسف بتعمل سيولة في الدم راح خذ الأورال خذ مضاد للتخسر المضاد للورفرين ده حيروح يرتبط ببروتين معين راح الساليكايليت قال له والله ما تم يرتبط بالبروتين ده ده انا اللي هناخده يبقى كده الانتي كواجلنت وورفرين ملقاش بروتين يرتبط به فحيفضل حر في الدم فلما يفضل حر في الدم هيزود لي سيولة الدم فبالتالي ممكن يحصل من اقل خبطة وممكن كمان بدون خبطة تلاقي نفسك كده مناخيرك بتنزل الدم طيب مرور الدواء من البلازمة من البلازمة الدم يعني من الوعاء الدموي للسائل الخارج الخلوي او للخلية مرور الدواء ده من البلازمة للخلية او للسائل خارج الخلية بيعتمد على ايه على بلاتفلو معدل سرايان الدم الكابيرالي برميابلتي معدل نفازية جدار الشعيرة الدموية او الوعاء الدموي يعني درجة ارتباط الدواء باحد بروتينات البلازمة الدواء ده مرتبط اد ايه بالبلازمة بروتين اللي هو مرتبط به يعني مدى ذوبانية او مدى قدرة الدواء ده انه يدوب في الدهون فبالتالي يعدي من جدار الخلية للداخل الخلوي اربع عوامل سرايان الدم معدل سرايان الدم النفازية بتاعت الشعيرة الدموية او الوعي الدموي درجة ارتباط الدواء بالبلازمة بروتين اللايبوفيليسيتي مدى قدرة الدواء ده على الزوبان في الدهون لو انا حوصل المحاضرة دي اني فيها حاجة واحدة ما تتنسيش هتكون انه دايما الادوية اللي فيها دهون اكتر اللي بتدف دهون اكتر هي دي اللي لها معدل ابزوربشن عالي تمام تعال مرور الدواء ده خلال بعض الحواجز زي مين يعني الدواء ده عشان يعدي للجهاز العصبي المركزي مين اللي هيعدي هي هي الادوية اللي بتدف دهون اللي ما حصلهاش تقدر تعدي الحاجز الدموي الدماغي لان الحاجز الدموي الدماغي ده بيتكون اصلا من فات بيتكون من دهون فبالتالي اللي حيدوف فيه واللي هيعدي منه هيكون دهون زي وهيكون قابل للزيوبان في الدهون عشان يقدر يعدي منه تمام الفيوز تجمين ده ده هو بيستخدم في علاج الجولوكوما او اسمها بالفلاحكوش يعني الماء الزرق اكيد حشوفتو حد كده في بلاتكو فجرانكو عنده عملية الماء الزرق دي راح عبر تمام الفيوز تجمين ده بيعالج الجولوكوما اللي هي الماء الزرق الفيوز تجمين ده بيعدي لانه هو اصلا بيقدر يدف دهون المبدأ العام اللي عمين نهري فيه من اول ما بدأنا المحضرة البلاسينة البريار المشينة يعني الادوية اللي ما حصلهاش اللي بتسليب اللي من الاخر او نواتج عملية القط بتاعتها نواتج تكسرها دول بيعدوا من من الدورة الدموية للام يعدوا ليه خصيصا في في الثلث الاول من الحمل وده سؤال في غاية الهمية وفي غاية الشهور يعني ده متكرر في كل الانتحانات تمام يبقى الادوية دي بتعدي خصوصا في الثلث الاول من الحمل في اول تلات شهور من الحمل عشان كده ينصح دايما للام انها ما تاخدش اي ادوية تقدر تعدي من البلاسينتا خصوصا في اول تلات شهور من الحمل مين زي مين الادوية دي اللي علينا هنا التترا سايكلين وده بيعمل حاجة اسمها الانيمال هايبوبليزيا اوف داتيث عارفين انتو كده المينة بتاع السنان اللي هو المادة البيضة اللي هي بتدي السنان قوتها اصلا بتعمل من انيمال هايبوبليزيا يعني بتقلل من حجمها وبتزغر من مينة السنان ده فبالتالي تلاقي السنة كده من التكلة وضعيفة تمام ده بيحصل ان الست دي اخد التترا سايكلين في الثلث الاول من الحمل في اول ترتشهور من الحمل وزي ما قلنا ان التترا سايكلين ده مضاد حيوي طيب الثاليدومايد الثاليدومايد ده دوا بيستخدم في علاج بعض انواع الكنسر بعض انواع السرطان عفوانا وعفاكم بالله وده لو اتاخد في الثلث الاول من الحمل بيعمل فيتس مالفورنيشان بيعمل تشوهات في الجنين طيب مرور الادوية دي في لبن الام يعني معظم انواع الادوية اللي بتاخدها الست بتكون موجودة في اللبن بتاعها درجة حامضية اللبن بتاع اللبن البشري بيكون مور أسيدك بيكون سبعة أسيدك ذان اوفزا بلازمة بلازمة الدم بتكون سبعة أربعة من عشرة معروفة يعني يبقى البي اتش بتاع الملك بتاع الام البريست ملك سبعة بيكون سبعة فقط بيكون حامضي أكتر البلازمة بتاعة جسم الإنسان بتكون سبعة وأربعة من عشرة بتكون قاعدية أكتر تمام لبن الام بيبقى فيه فات أكتر بيبقى فيه دهون أكتر من البلازمة وطالما فيه دهون أكتر يبقى الدواء اللي هو اللي بتسليبول اللي حيدوف فيه أكتر فبالتالي حيتواجد في لبن الام بصفة أكبر فبالتالي لما الام دي تاخد دواء اللي بتسلبه القابل للدوبان في الدهون فبالتالي هيفضل ماشي 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 لغاية ما يوصل البرست ملك بتاعها وحيتحجز في اللبن بتاعها فبالتالي ممكن يوصل للبيبي فبالتالي ينصح دايما للامهات اللي بترضى انها تتفادى قدر الامكان الادوية اللي بتسلبه القابلة للدوبان في الدهون لان دي بتوصل للبيبي عن طريق البرست ملك عن طريق اللبن الام حجم توزيع الدواء في جسم الانسان او في البلازمة بيترمز له بالرمز VD الول volume of distribution ده بيساوي total amount of the drug in the body يعني الكمية الكلية للدواء اللي أنا اخترته ده أو اللي أنا اخدته ده في الجسم على تركيز الدواء ده في البلازمة بعد ما حصل له distribution بعد ما حصل له توزيع هنحل مع بعض السؤالين دول عشان خاطر نثبت المعلومة هو تشوف the following statement concerning simple diffusion of drugs through lipid membranes against the concentration gradient طبعا غلط simple diffusion مع الconcentration gradient it requires cellular energy طبعا برضو غلط ما بيحتاجش energy it requires carrier transport برضو غلط دي كانت الفacilitated diffusion the non-ionized drug is libit soluble and diffusible دي الصح طبعا the pH of media which 50% of the drug is ionized و50% من drug is non-ionized اكيد دي البيك اي اللي هي نقطة التعادل اللي 50% من الدواء عندها بيكون ionized وغير ممتص و50% من الدواء بيكون un-ionized وساعتها بيومتص السؤال الاخير which of the following statement describes the bioavailability of the drug احنا قلنا ال bioavailability دي اللي هو الجزء السليم اللي بيفضل من الدواء بعد ما يعدي على الفم وبعد ما يعدي على المعدة وبيعدي ما يعدي على الكبد والحاجات دي كلها مين هو بقى الجملة من دول اللي بتوصف ال bioavailability بشكل صحيح ده passage of drug from the root فطبعا غلط من قبل ما كمل the percentage of unchanged drug that reaches the systemic circulation هي دي الصحة طبعا اللي هي نسبة الدواء اللي وصل الدورة الدموية بدون تغيير وبدون ما يحصل عليه اي تكسير او اي ايت او اي تمثيل غذائي او اي هضم the production of pharmacologically inactive طبعا دي غلط برضو the passage of drugs from the root of administration طبعا دي برضو غلط ال passage دي هي دي الabsorption يقصد بها الabsorption يبقى مين الصح؟ الصح اللي هي رقم B كده خلصت المحاضرة التانية اتمنى اكون وفقت في الشرح ان شاء الله واشوفكم على خير ان ربنا قدر في محاضرات اخرى ان شاء الله والسلام عليكم